وينضم إلينا الآن من القدس مرسلنا نضال كناعنا نضال مرحبا بك معنا ولعلنا سنركز في هذه المداخلة الآن آخر تطور لافت وهي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي عن أهداف هذه العملية وما بعد هذه الحرب ومراحل التي ستقطع عليها ماذا في التفاصيل وماذا في الأصداء بشأنها نضال نعم يا إيمان يعني هذه أولا هذه التصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جلند كانت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي في جلسة سرية طبعا تم تسريب هذه الأقوال رغم سرية الجلسة لكن على العموم المستوى السياسي والحكومة مضطرة لأن تطلع البرلمان الإسرائيلي على الأقل لجنة الخارجية والأمن عما تقوم به الحكومة وأهدافه وفي هذا السياق تأتي تصريحات جلند جلند تحدث عن ثلاث مراحل للحرب المرحلة الأولى هي ما نراه الآن وما سنراه على الأقل في الأسابيع القادمة هجوم على قطاع غزة على حركة حماس توجيه ضربة قوية للحركة الآن من الجو وفي الأيام القادمة سيكون هناك دخول بري للقوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة الهدف من هذه المرحلة هو توجيه ضربة قاسمة لحركة حماس أو القضاء على أغلبية أو معظم القدرة العسكرية للحركة تمهيدا للخطوة الثانية التي على الأغلب أيضا ستتقاطع مع الخطوة الثالثة الخطوة الثانية هي الحرب أو استمرار القتال بوتيرة أقل مما يجري الآن هذه الخطوة لغاية الآن غير واضحة ضبابية لكن المقصود هنا هو صورة مشابهة لما تقوم به إسرائيل مثلا على الأراضي السورية في محاولة منع تسلح القوات الإيرانية أو حزب الله على الأراضي السورية أي ضرب أي أسلحة جديدة ضرب أي محاولات لحركة حماس لإعادة بناء قوتها حتى مع إمكانية استمرار الاغتيالات وفعليا على الأرض استكمال ما لم يتم استكماله في المرحلة الأولى من الحرب باغتيال مثلا قيادات في حركة حماس سواء سياسية أو عسكرية لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليهم في هذه المرحلة المرحلة الثالثة أيضا غامضة رغم أن يؤاف جلنت يتحدث أولا عن فك الارتباط مع قطاع غزة وإنشاء سلطة أمنية هناك في القطاع فك الارتباط لا يأتي بهذه السهولة إسرائيل ما زالت معرفة وفقا للقوانين الدولية كقوة محتلة لقطاع غزة رغم أن القوات الإسرائيلية لا تتواجد داخل القطاع إلا أنه منذ عام 67 منذ احتلال قطاع غزة إسرائيل ما زالت معرفة كالقوة محتلة تتحمل مسؤولياتها اتجاه القطاع فك الارتباط يحتاج إلى الإعلان عن استقلال قطاع غزة عن وجود سلطة هناك وبالتالي اعتراف المجتمع الدولي بفك هذا الارتباط وإعفاء إسرائيل من مسؤولياتها هذا لا يمكن أن يكون من جهة واحدة كما يقول يؤاف جلانت وثانيا ما هي السلطة التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة رغم العنوان العريض إنشاء سلطة هناك لكن هناك خلافات إسرائيلية حول ما هي هذه السلطة هل هي سلطة رمالة مثلا السلطة الفلسطينية هل حديث هنا عن إعادة السلطة الفلسطينية لتتولى إدارة أو لتتولى الحكم في قطاع غزة هناك توجه إسرائيلي لإنشاء سلطة أممية أي وجود قوات دولية ربما وسلطات دولية تتولى إدارة قطاع غزة مع منظمات أممية ومنظمات أهلية ومنظمات إغاثة عالمية تتولى إدارة القطاع الصورة ما زالت غير واضحة وضبابية لكن على الأقل تعطينا خطوط عريضة للتفكير الإسرائيلي لقطاع غزة فيما بعد الحرب شكرا جزيلا لك نضال كنا على مراسلنا من القدس